بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويشرفني أن أنقل لكم تحيات وأمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن يوفق الله في تقديم عمل معرفي متميز في هذا المؤتمر العالمي الكبير الذي نناقش فيه جميعاً موضوع صورة الآخر جئتكم من المملكة العربية السعودية أرض السلام ومهد الإسلام أشارككم الرأي والرؤية في جمعكم الكريم هذا وبعد أيام معدودات من الانتهاء أكبر تجمع للسلام تشهده الإنسانية حين يجتمع ملايين من المسلمين يتحررون فيها من كل قيود المادية وتكون علاقتهم في هذه النسك مع الله الخالق سواسية في المكان والزمان واللباس لا فرق بين عربي وأعجمي أو بين أبيض وأسود أو صغير أو كبير أو غني أو فقير في ترسيخ ثقافة السماوية من جهة وثقافة التسامح من جهة أخرى يؤمنون بالسلام ويحملون الخير والمحبة لمختلف الأمم والشعوب مما يؤدي إلى ثقافة الحوار التي هي عصب التواصل الإنساني يقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر مؤنثى وجعلناكم شعوباً وقبائلاً لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم الخبير كما أن التنوع والتعددية والاختلاف سنناً كونية مصداقها لقوله جل وعلا ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحدة ولا يزالون مختلفين السيدات والسادة التسامح والفضاء المثل دعت إليها كل الديانات والثقافات وإن كثيراً من الصراعات والنزاعات تمارس بإسم الدين والدين منها براء إن كثيراً من الإشكالات نتيجة للجهل بالآخر على المستوى الإنساني دون عمق في ثقافته وقيمه الدينية والأخلاقية اللامعة حتى ترسخت صورة سلبية لدى الجانبين إننا لا نغفل الدور السلبي لبعض ما يكتب أو ينقل من الجانبين وخاصة ما يقدم في مناهج الدرس للناشئة وفي كتب التاريخ وحين نشير إلى هذه السلبيات فلن نغفل أن تلك العلاقة لم تكن دائماً بصورها السلبية العدائية فقط حاول كل طرف معرفة الآخر وهذا ما نلمسه في نمو حركة الترجمة التي لازمت قيام الحضارة العربية الإسلامية ونهضت أوروبا وما ذلك إلا لنقل العلوم من طرف إلى طرف وقبول لما يثيره كل طرف من عولمة وتجاربه لذا كانت ولادة جائزة خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة التي أمضت ست دورات من عمرها حيث أقيمت في عدد من البيئات التقافية المختلفة كيف ولا هذه الجائزة نشأت كأحدى عطايا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لترسيخ جسور التواصل مع الثقافات ونتائج الآخر والاستفادة المتبادلة مع العلوم والمعارف التي تتاح لكل طرف لذا فأني أهيب بالجمع الكريم العمل على خلق آفاق جديدة للتعاون والبناء لردم هذه الفجوة بين المفاهيم والقيم الدينية والثقافات الإنسانية وحشط طاقات الباحثين والمختصين من خبراء المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية لمناقشة الإيجابيات والسلبيات ذات العلاقة بصورة الآخر والتحديد أفضل ممارسات للاستفادة منها في دعم الحوار الهادف البناء بين أتباع الديانات والحضارات والتقاء حول القواسم المشتركة والقيم الإنسانية النبيلة لتحقيق التعايش وإرساء قيم العدل والسلام إن المملكة العربية السعودية وهي تسعى لطرح مختلف الرؤى والتصورات التي تراها حتمية وضرورية وواجباً إخلاقياً وإنسانياً بامتياز لتعزيز الاحترام بين الثقافات العالمية وترسيخ التعايش السلمي بين البشر تؤكد دعوتها إلى إرساء مبادئ المساواة والتكافؤ بين الإرادات الإنسانية كافة وتحقيق الأهداف المنشودة لكوكبنا وتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية بوصفها قاسماً مشتركاً بين أتباع جميع الديانات والثقافات وترجو في الوقت نفسه أن يكون الحوار العالمي هو الجسر الممدود لهذا الاحترام والتعايش وما المبادرات الإنسانية التي تطرحها المملكة من آن لآخر تصب في هذا المسعى إلا عنوان عريض يهدف لوضع استراتيجية منهجية ملموسة وآليات متحققة واقعياً لتعزيز المشتركات الإنسانية ثقافياً وحضارياً فمن أرض المملكة العربية السعودية وباسم جميع المسلمين انطلقت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ليتفاعل الجميع في رحاب ثقافة وسطية ترفض التطرف وتؤمن بالاعتدال بقدر ما ترفض التفسخ والانحلال مبادرة تجمع بين العلم والأديان وتوازن بين الجوانب التقدم المادي وحاجات الإنسان الروحية لتترك تراثاً عالمياً روحياً فريداً يرفع من قيم التسامح والأخاء ويكفل التعايش الديني والروحي بينهم وتعزيز الاحترام والمحافظة على قدسية المواقع والرموز الدينية والتربية الدينية والأخلاقية والحد من الفقر والمحافظة على البيئة والاستخدام المستدام والأمثل للموارد الطبيعية وتوجد تلك المبادرة الإنسانية بحمد الله ثم بتحالف الدول المؤسسة الثلاث المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا الاتحادية ومملكة إسبانيا وبمشاركة فاعلة من حضارة الفاتيكان كعضو مراقب لافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعيز العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات العام الماضي هذا المركز الذي يجمعنا اليوم لأهداف نبيلة ليكون كيانها المؤسسي والحاضن العلمي لمثل تلك المبادرات الإنسانية الرائدة وبمواقفها المتسقة والداعمة للمجتمع الدولي وبمثل هذه المبادرات الإنسانية تشارك المملكة العربية السعودية لدعم السلام والأمن والاستقرار في العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط وتؤكد بلادي عاما بعد آخر حضورها المعهود عنها على الساحتين الإقليمية والدولية وإيمانا لما يشكله التنوع الثقافي من رافض هائل للإنسانية بأسرها وإرساء لمبادئ الاحترام واعيا بقضية الحوار والتعايش ما بين أتباع الديانات والثقافات تقود المملكة العربية السعودية في المنطقة العربية المعروفة بتنوع أديانها ومذاهبها وأعراقها قاطرة الحوار وتؤكد باستمرار على حاجة هذه المنطقة الحيوية إلى الفهم المعمق وصياغة استراتيجيات جديدة للتعامل مع التنوع الثقافي وتعزيز ثقافة الحوار فيها المبنية على أسس مبادئ حقوق الإنسان التي توافق المجتمع الدولي على إرسائها قبل ستين عاماً وتعزيز التسامح الديني والإنساني وأكدت في هذا الخصوص دورها الدولي المهم وموقفها الإيجابي من خلال عدد من المبادرات منها على سبيل المثال العمل على نشر قيام الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ الكراهية بين التجمعات والشعوب ودفع الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب بكل أنواعه وطرائقه وتأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب معتمدة في ذلك على القيم الإنسانية في الشريعة الإسلامية التي تؤكد حرمة الاعتداء على الأنفس والأموال وعلى ضرورة احترام العهود والمواثيق إطلاق مبادرة تاريخية الإنسانية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتعزيز الحوار والتقارب والتعايش بينهم بما يسهم في تحسين الصورة النمطية عن الآخر في العالم بأسره تأسيس وتفعيل جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة من أجل متج سور التواصل والمعرفة بالآخر وتيسير المتفاهم بين شعوب العالم وثقافاته المتنوعة إنشاء برامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي لثقافة الحوار والسلام بالتنسيق مع يونسكو والذي تأسس على محاور مهمة مثل دعم جهود يونسكو في بناء السلام والاستثمار في الإنسان بوصفه عماد التنمية استمرار النهوض بالدور الفاعل في توليد المعرفة والمساهمة في إنجاح مشاريع الأمم المتحدة المشاركة الفاعلة في منتدى تحالف الحضارات والإسهام المادي والمعنوي لنجاح أعماله وتحقيق أهدافه السيدات والسادة إننا هنا جميعاً لكي نتأمل ونتساءل ونتحاور لنصل إلى جوهرنا الإنساني المشترك وكي نتقاسم الوعي المعرفي لنصل جميعاً إلى ما يعزز حضورنا الثقافي والعلمي وما تنشده شعوبنا وأنتم صناع هذا الحضور وصناع هذا الفكر الإنساني الخلاق يحدون بكم الأمل بترسيخ صورة الآخر الإيجابية بموضوعية وحيادية وبالأساليب العلمية لا يشكلها الإعلام النمطي ولا تكونها الصورة الانطباعية المأخوذة سلفاً عن أي مجتمع من المجتمعات أو أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات إننا ونحن نبحث لتغيير صورة النمطية علينا أن نبدأ بصفحة جديدة تزخر بالفكر وتحض على السلام وتؤكد التعايش والتعاون إنها مسؤولية كبرى ملقى على عاطنقنا جميعاً وهي مسؤولية تاريخية لأجيالنا المقبلة ومستقبلهم المشرق إن المملكة العربية السعودية وهي تطرح مبادرتها الإنسانية ومشاريعها الحوارية السابقة واللاحقة إنما تطرحها كأولوية منهجية تهدف لتعميق الرؤية الإيجابية في التواصل مع الآخر وتعميق الترابط الديني والسياسي والثقافي وصولاً إلى مستقبل واعد بالخير والعطاء للإنسانية كافة يتعاون فيه أتباع جميع الأديان والثقافات من أجل تعظيم القيم الإنسانية المشتركة وتعزيزها التي تظلنا في عالم واحد وأرض واحدة ومصير واحد مشترك أتمنى لكم لقاءاتٍ طيبة ونقاشاتٍ سديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر